الحقيقة نقطة كمان ودي ممكن من الحاجات اللي انا دايما بكون فرحانة بيها وجزء منها كبير يتنسب لكم ولكل البوكتشوبرز وكل الشباب القراء المتمكنين اللي زيكم اللي عرفوا يوصلوا للشباب اللي زيهم وهي اختراق السوشيال ميديا لعالم القراءة احنا اخرنا وقت خايفين وسوشيال ميديا مخلية الناس ما بتمسكش ورقة مش ما بتمسكش كتاب يعني احنا مش مشين غير بأجهزة متنور وفكرة تواجدكم على الساحة الالكترونية فكرة اختراقكم للسوشيال ميديا بانكم ناس لين بتتكلموا عن مواضيع وعن كتب وعن أدباء وعن كتاب وعن حكايات مختلفة وعن كتب مختلفة اعتقد ان ده كمان كان من ضمن الانوار اللي اتنورت للشباب علشان يرجعوا تاني للكتاب ده صحيح فكلمني شوية عن المجهودات دي برضو لان ده مش مجهود ينفع نخفاله الحقيقة هو ده يعني راجع للفكرة اللي انا كنت بقولها لها في الاول ان احنا نقدم للقارئ او للمشاهد فكرة الكتاب كله في قد ايه فانا انا دخلت المجال من باب الكتابة يعني انا كنت عايز اكتب الاول وانشر فمع انا شرقتش فاتجهت للنقب ميديا لسه انك تقدر تكتب عليها وتنزل براحتك اللي انت عايزه واكلم في اللي انا بحبه في الكتب وفي القراءة لقيت ان في ناس عندها استعادل انها تشوف ده او تعرف ده بس مش لقيه القناة المناسبة او الشكل المناسب فبدأت احببه اعمل شوية خدع سينماية بسيطة اصور له الكتاب اعمل زوم على الكتاب الف حوالي اعمل اخرج بره اصور في جنينة اصور في المعرض نفسه اعمل انترفيو مع كاتب الكلام ده بقى يعني هو شايف الكتاب في ايده لكن ما يعرفش الكاتب اللي وراء الكتاب ده شكله ايه او بيكلم ازاي او موجوده ايه او ثقافته ايه او يعني الكلام ده سمح للقارئ بليفل مختلف من التواصل مع الكتاب ومع كاتب الكتاب فده خلنا نقدر نوصل للقارئ بشكل تاني ان انا اخلي القارئ مشارك في العملية بتاعة اليراية مش مجرد ان هو في اخر المنظومة مش مجرد بيرلقى ده بياره وبيقول رأيه وبيكتب تعليق على الفيديو وبيكتب بيونسر مراجع على الكتاب ايه فده سمح بفيدباك بانه يعرف يدخل العالم ده ورغم انه هو كان شايف انه هو بعيد عنه تماما ومش ممكن يدخله او ده مش العالم المناسب بالنسباله مثلا ده كان رأيه قبل كده لما النهاردة هو الموضوع بالنسباله بالعكس هو الموضوع بالنسباله بيعمل حاجه هو بيحبها مثالياه موجودة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو طول الوقت قاعد عليها اللي هو طول اليوم يمكن يكون او في اوقات فراغه موجود عليها استاذ كريم كلمني برضه شوية عن اختراقك بالكتب لعالم السوشيل ميديا وفكرة انك تتوجه لكل اللي موجودين في السوشيل ميديا عشان تقدر تكذبهم تخدهم وترجع عليهم تاني للكتاب هو مبدئيا هو عن اول ما بدأنا بشكل عام وانا كمان شخصيا اول ما بدأت انا كنت حرفان بكلم نفسي مكنش في حد بيتفرج خالص مكنش في حد بيتفرج مكنش في حد عارف انت مين مين هيسمعك يعني في ظل الكونتنت الكتير جدا اللي كان موجود على اليوتيوب مين هيسيب لوراله قدام عشان يوعد يتفرج على كتاب حد بيتكلم عن كتاب او عن رواية فالموضوع كان صعب جدا في البداية اول ما بدأنا ولكن بعد فترة كده لقيت ان اللي انت بتعمله لا انت انت نفسك انت شخصيا انت بتستمتع بيه فانت ما تعملوش لحد انت تعمله لنفسك فبدأت فعلا اعمل كده لنفسي الموضوع بدأ يتطور معي شوية باني بدأت اخد أبروتش مختلف لا الرواية دي حصلت في مصر القديمة لا انا هنزل اصواره في مصر قديمة وده حصل ابتدت بقى تعمل شغل مناسب للموضوع وانت عايز تتكلم عنه كان فيه رواية رعب الرواية دي كان بطلها يعني رعب وعفريب بقى وجن وحاجات كده انا مثلت انا فيه ريفيوز كتيرة جدا عندي انا بمثل تمثيل كامل بمثل بمثل تمثيل ان البطل بتاع الشخصية دي تلبسني وان هو اللي بيتكلم مش كريم اللي بيتكلم يعني كريم كان بيتكلم في اول مثلا خمس دقائق ديقتين تلاتة كده من الريفيو وبعد كده الريفيو قطع ودخلنا بعد كده على شط تاني خلاص مش انا اللي بتكلم بطل الرواية ده متلبسني انا وانا اللي بتكلم على لسانه فلازم احاول ان انا اخلي الموضوع زي ما انا بتكلم عن كتاب زي ما انا بتكلم عن رواية زي ما انا بتكلم عن محتوى ادبي بس لأ انا لازم في نفس التويت ادي لك حاجة تكون انترتيننج كفاية تكون فيها طرفيه كافي انها تجذبك كمشاهد وكمحب للقراءة فانت لو مشاهد بس وفي الاخر انت بتخطبه عن طريق صورة برضو بزرط مش عايزين ننسى ده انت في الاخر بتخطبه عن طريق صورة اينما كان انت الصورة دي ايه بقى او على اي موقع او على اي يعني وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي انت في الاخر بتكلمه عن طريق صورة فانت محتاج تجذبه وتجذب عينه بالضبط فانا عايز الصورة والاسلوب والكلام والطريقة والصوت والنبرة والتمثيل وكل حاجة تجذبك حتى لو انت مبتقراش اني اثير فضولك كفاية انك لا انا عايز اجيبك كتاب دقراءة اي